السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحشتوني جدا جدا من اخر قصة وجايلكم بالفصل الجديد من رواية شموع الامل وهي الحلقة التسعة ويلا بينا نشوف حكاتنا النهاردة بتقوليه وقبل من نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الكل عشان يوصلكوا بقية الحلقات خططت سلمة خطة شيطانية لازاحة جوهارة من طريق ابنتها وسيتم تنفيذها عند جاسر انهى عمله بسرعة لأول مرة يشعر بالاشتياك والعودة الى القصر راكب سياراته حيث كان في انتظاره الصائق حمدي حمدي فهو يعمل لديهم منذ سنين عديدة ويعلم جاسر جيدا حمدي الباشا واضح انه مزاجه كويس النهاردة جاسر بابتسامة فعلا ربنا يهد سرك يا ابني الستهاني مشكلها بنت حلال هي صحيح بنت مين في البلد توقف جاسر فجأة وتذكر حديثها عن والديها منذ ان توفوا وكيف انقلبت حياتها اللي عرفوا انه هم ماتوا في حدثة من سنين طويلة لا حول ولا قوة الا بالله عايز اشتري لها شوية ملابس وطلبات حريم بس مش عارف اماكن كويسة هل احنا قصاد المولة هو طب اوقف على جنب عبال ما جيب لها كده كم حاجة ودخل المول لياجد فتاة في نفس عمرها الفتاة عرفت طلبك وحضرت له العديد من الملابس ثم سأل عن اللنجيري لا يدري ليه ما يشتري ذلك ولكنه يلبي رغبة بداخله انها زوجته وتخص في كل شيء دفع الحساب وطلب توصيل الحقائب الى القصر عاد الحمدي حيث قاد السيارة الى القصر وصل جاسر ليجد رائحة القصر معطرة برائحة البنفسج ولين تجلس في حدن جوهرة وهي نائمة ابتسم لها مؤشار اليها جوهرة وهي تحاول ان تقوم وهي تحمل بين يديها لين جوهرة بسقط منخفض هطلعها فقودتها هتي عنك واخذها عنها وصعد بها وخلفها وجوهرة بعد ان وضع لين بالسرير اخذ جوهرة من يديها الى حجرتها ليه ما غيرتيش هدومك بحاجة كويسة علشان الضيوف ما الهدوم دي كويسة ليه ما بتطلبش مني اي حاجة نقصاك يا جوهرة مفيش داية هتكلف نفسك هكلف نفسي ايه انت مراطي يا جوهرة دا دلوقت وبعد كده خلاص هنتطلق طب فريدي ما طلقتكيش بجد بجد يا جاسر واحتضانته ثم شعرت بتهورها وحاولت الابتعاد عنه وفعلا ابتعدت وجاسر نظر لها بحبه وقال تقبال تكوني مراطي وحبيبتي وصحبتي وكل مالية اغمضت عينها وبصوت منخفض قال موافقة ليحملها جاسر بين زراعيه ويلفي بها كالفراشة من الفرحة عايزين نخلص العزمة بتاعت بنت عمك دي بسرعة ويعمل حسابك الليلة دي هتكون لنا احنا وبس احمر وجنتيها من شدة الخجل ليسمعها ترك الباب ليغبرهم الخادم ان احد المحلات التجارية ارسل بعض الحقائب سيب الحقائب دي قدام الباب ونزل فتح الباب ودخل الحقائب ايه دا غمض عينيك غمضت عينيها جوهرة بعد ان اخرج الملابس واضعها على السرير جاسر افتح عينيك لتفتح جوهرة عينيه لتجد ملابس عديدة ايه دا كله دي اقل حاجة تليقي بيك حبيبتي جوهرة استغربت لما قال حبيبتي معقول قال حبيبتي ولحظت جوهرة ان فيها حقيبة مغلقة ودي فيها ايه دي مش دلوقتي يلا تعالي اساعدك في اختيار ملابسك قبل الديوف توصل وبالفعل اختر لها بنتال ابيض وشميز ازرق واكسسوار من اللولي الابيض وشوز ابيض واعطاها علبة مليئة بالميك اوب بدأت جوهرة في حمل الملابس كي تخرج ليستوقفها جاسر رايحة فين هروح قدت لين نو هنا قدتك بس مفيش بس انتي مراتي انتي مراتي الجاسر ويلا مفيش وقت الضيعي وفضلوا عاديم مع بعض شوية في القوضة وبعد وقت وصل الديوف واتى سيد الاخبار سيده بان الديوف قد وصلوا امسك جاسر جوهرته الغالية من يداها واحتضنها بيده الاخرى ونازل بها على سنة كالاميرة فقد كانت رائعة كانت صهر تقف والغيرة تأكل قلبها كيف لتلك الفتاة ان تجعل ذلك الجاسر مطيعا لها بهذه السرعة اما شهاب في نفسه وهو ينظر لجوهرة بانبهار طول عمر يعيني عليك انتي يا جوهرة وكنت فاكرك بنت عصام وطلبت ايدك منه على انك بنته وفي الاخر اتدبست في البومة دي اللي معايا وفي الاخر تطلع بنت خالي انا مش عارف ايه الحظ المنايل ده استقبلهم جاسر بترحاب ودعاهم للجلوس جلس بجانب جوهرته فهي كنزه الذي يخاف عليه سهر قالت ازايك يا جوهرة عارفة انتي وحشاني كتير طبعا اللي فات انا ما عملتش حاجة وانتي عارفة اني مظلومة اعتقد مفيش داعي من الكلام اللي بتقوله دوته في اللي فات عندك حق يا جاسر واحنا اولاد دلوقتي ازبروا بس علي انا مسكتش غل لما عرفت الحقيقة واعدت اقرر عنايات وبنتها لحد ما عرفت الحقيقة ايه هي الحقيقة بقى سهر ردت عليه وقالت الحقيقة طلعت ان خالد طبعا انتي عارفاه ان خالد يا جوهرة عينه منك من زمان جاسر بغضب خالد مين وايه كلامك دا يا صهر جوهرة وهي متوترة شوية انتي بتقولي ايه ماله خالد كان جاسر منتظر تفسير صهر قالت خالد دا يبقى سيدي صاحب شركة صغيرة كده بالنسبة للشركات بتاعتك بس كان عايز يتقدم لجوهرة وطبعا بابي رفضه لانه مش من مستوانة علشان ينتقم هو اللي خطط للي حصل ودفع فلوس كتير لبهية وانا لما عرفت الحقيقة اطرطاها على طول شهاب في نفسه اللعبة حلوة قوي وكده هخلص من خالد كمان عارف ان خالد صديق سيف ومش بادي يكون هو اللي بيعرف بصفاقاتنا جاسر بغيز انتي ايه رأيك في الكلام دا يا جوهرة جوهرة بانفعال مستحيل دا خالد دا محترم مستحيل يعمل حاجة جزي كده يا جاسر جاسر بضيك لدفع جوهرة عن ذلك الشخص وانتي ايه اللي خلاكي وثقة كده فيه خالد اصله اصله ولم تجد كلام لتكمل حديثها به جاسر هو بيحاول ان يتمسك اعتقد ان احنا نتغدى افضل جلسوا الاربع على مائدة كانت صهر تشعر بنشوة للانتصار وقد تعكر الجو بين جوهرة وجاسر جوهرة بحزن فقد شعرت انها اخطأت لان جاسر بدأ يتغير في اسلوبه بعد الغداء اعتذر من الديوف بان لديها عمل وطرقهم وغادر ابتسمت صهر لشهاب وقالت نمشي بقى احنا كمان يلا يا شهاب وخزت وغادرت جلست جوهرة تبكي لماذا دائما تأتي عليها الدنيا بعد ان اطمأنت ان الدنيا ابتسمت لها فاذا بالغيوم تملأ المكان مرة اخرى نزلت لها لين مامي انا جعانة اوي حبيبتي يا لين وطلبت من سيد احضار الطعام للطفلة واطعمتها وجلست تاعة وهي بين الحين والاخر تنظر الى استاع مر الوقت ببطء شديد ولم يعد جسر فقد اشتد الظلام وبدأت لين تنام صعدت بها الى حجرتها وجلست بجانبها تقص عليها قصة صغيرة حتى نامت لي ذهبت الى حجرة جاسر وفتحت الحقيبة واخرجت منها لنجير باللون الاحمر كانت محرجة جدا ولكنها تريد ان تبدأ حياتها الزواجية مع جاسر فهي حقا احبته اخذت شاور وارتدت ملابس النوم وانطلقت لشعرها العينان لينسد الخلف ظهرها فكانت تبدوك الحرية وجلست بالغرفة في انتظار زواجها لم تشعر كم مضى من الوقت اللو هي بتفتح عينيها وبتشوف جاسر قصدها وخلص الجزء بتاعنا هنا ويا رب يكون عجبكم ولو عايزين للفصل الجديد اكتبونا في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته